خلينا نبتدي على طول مع الأخبار اللي حصلت إمبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أورسلا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسيادة تؤكد عمد قوما تانت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والروابط القوية اللي بتجمع الجانبين خصوصا في ظل التحديات المشتركة والأزمات الدولية الأخيرة اللي كان لها تأثير على الاقتصاد الدولي وخصوصا في مجال الطاقة ومجال الأمن الغدائي بعد انتهاء جلسة المباحثات عقد سيادة مؤتمر صحفي مع السيدة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية رئيس السيسي قال إن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات ونتم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على إرساء دعائم شراكة استراتيجية في مجال الطاقة كمان رحب سيادته بقرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 السيدة رئيسة المفوضية إن زيارتكم للقاهرة اليوم تأتي وسط زخم مكثف تشهد العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة هو زخم نسعى من خلال تواصلنا المباشر المستمر وعملنا المشترك على كافة المستويات إلى تعزيزه وتكثيبه بعد تحقيق نقلة نوعية في شراكاتنا لا سيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا ولقد كان لقاؤنا اليوم فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مختلف المجالات خاصة وأن مصر تمضي بخطة ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة وذلك انطلاقا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية أساسية على الساحة الدولية ترتبط مصر مع دوله الأعضاء بإعلاقات صداقة تاريخية وبروابط سياسية واقتصادية وثقافية متعددة تأسست تقليديا ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافي والمصالح المشتركة وفي هذا السياق فقد شهدت مباحثاتنا اليوم تناول سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة في الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية في إطار الرؤية التنموية المصرية وعلى رأسها الطاقة والطاقة النظيفة وأمن الغذاء والتحول الرقمي والنقل الكهربائي والزراعة والرأي الحديثان وتصنيع اللقاحات فضلا عليها تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والتعاون السلاسي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائنا في القارة الإفريقية وأسمح لي معالي رئيسة المفوضية بأن أرحب في هذه المناسبة بقرب اعتماد وصيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 والتي تعتبر إطاراً طموحاً توفقنا عليه معاً لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة لنضع الأساس لنقلة هائلة في التنسيق المؤسسي بين الجانبين على كافة مسارات التعاون وفي مختلف القطاعات وبما حقق الفائدة المشتركة للجانبين قد شهدت مباحثتنا اليوم تركيزاً خاصاً على سبيل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة كما تطرق لقاؤنا اليوم كذلك إلى تنسيقنا المشترك اتصالاً بجهود الدولية لمواجهة تحدي ظهر التغير والمناخ حيث أطلعت السيدة رئيسة المفوضية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية كابتون تيزيفن في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والتي طلقت رؤانا في أنها تمثل فرصة سمينة على المجتمع الدولي العمل بجدية لاختنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة بشدة حالياً للجهود الدولية لمواجهة ظهر التغير والمناخ باعتبارها تحدياً مشتركاً يواجهنا جميعاً كأسر إنسانية واحدة السيدة رئيسة المفوضية لعلكم تتفقون معي على أن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق يتطلب من كافة الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار البناء لحل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة وفي هذا الإطار فقد حرست على أن تتناول مباحثاتنا البناء اليوم معكم عدداً من القضايا الحوية ذات الاهتمام المشترك على المستوين الدولي والإقليمي حيث تبادل وجهات النظر حول مظاهر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة ولقد تبادلت وجهات النظر مع السيدة فوندرلاين حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية واستعرضت الإجراءات التي اتخذت الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جياحة كورونا من بعدها ولقد توافقنا على ضرورة العمل من أجل تنصيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضرورا من تداعيتها وعلى أهمية تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية الزراعية فضلا عن تميل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية بما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الزادي ولقد حرست كذلك خلال المباحثات على إطلاع رئيسة المفاوضية على الرؤية المصرية حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في جوارنا الإقليمي واستعراض التحركات المصرية الدقوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات في منطقتنا وكذا على ما تحقق بالنجاحات على صعيد ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن الموقف الحالي فيما يتعلق بقضية سد النهضة مؤكدا في هذا الصدد حرس مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونا يحقق مصالح كل الأطراف وقد اتفقنا على استمرار التنسيق مع الاتحاد الوربي اتصالا بهذه الملفات الحاوية كما تناولت الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة باتجاه هدفيها الأسمى وهو تعزيز ظروف العيش الكريم لمواطنيها وعلى أرصيها مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى والمبادرات الاجتماعية الشاملة لتحسين جودة الحياة على أرض مصر ولأهلها وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتي تتضمن رؤية طموحة واختواض يجرى العمل على تنفيذها لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف انطلاقا من إيماننا باهمية تناول حقوق الإنسان من خلال منظور شامل على جانب آخر فقد تناولت مباحثتنا اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وجذورها وتداعيتها مؤكدا على مواقف مصر المبدئية التي تتبسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل جهود الصديقة من أجل تحقيق ذلك معالي رئيسة المفاوضية للتحاد الأوروبي أرحب بكم مجددا طيفة عزيزة على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المسمرة اليوم وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنصيق المستمر بيننا اتصالا بكافة محاور عملنا على تعزيز وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو أن يفتح لهذه الشراكة آفاقا مستقبلية راحبة للتعاون والتكامل شكرا إن بارح بردو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب تدوينه على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ألفها سعدت بلقاء رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا ووندرلاين في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات وسيت تابع كمان التدوين وقال إنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا وأهمها الأمن الغذائي والطاقة والمناخ هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية فعلاً بارح كان يوم مهم جداً استقبل فيه أيضاً ست الرئيس وزراء دول منتدى غاز شرق المتوسط الرئيس قال إن التأثر الحالي لقطاع الطاقة العالمي بيأتي في إطار الرؤي الاستراتيجية الثقافية بتأسيس المنتدى منذ سنوات وإن موارد الغاز الكامنة في شرق المتوسط هي دافع للتعاون والسلام والتنمية لصالح شعوب المنطقة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفاوضية الأوروبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية ولو أعباس كامل رئيس المخابرة العامة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والسروة المعدنية إلى جانب السيدة كادري سامسون المفاوضة الأوروبية للطاقة والسفير كريستيان بيرجر سفيري للتحاد الأوروبي بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيدة الرئيس رحب بزيارة السيدة فوندرلاين مؤكدا سيادته عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي والروابط القوية التي تجمع الجانبين خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي متوسط وكذلك التدعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولي بشكل عام لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي حيث عقد مؤتمر صحفي أشادت فيه رئيسة المفاوضية الأوروبية بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر خاصة في ضوء كونها محورا للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليا بمرحلة حارجة من الاضطراب الشديد مما يجعلها شريكا استراتيجيا هاما للاتحاد الأوروبي كما أكد السيد الرئيس على مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية خاصة مع قرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021-2027 والتي تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة حيث أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في قطاع التاقة بشكل عام خاصة الغاز الطبيعي المسل وذلك في إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا الإطار ومحطتي تسهيل الغاز الطبيعي في إتكو وضمياط التي يتيح تصدير الغاز فضلاً عن التعاون في قطاع التاقة النظيفة والمتجددة لاستغلال ما تمتلكه مصر من موارد لسيما التاقة الشمسية والرياح أيضاً تم التطرق إلى الجهود التنسقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة خاصة على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالجهود المصرية الحسيسة والمتواصلة في إطار مبادرة مصر لإعادة أمار قطاع غزة وكذا قضية سد النهضة حيث أكد سيد رئيس على موقف مصر السابت من الحفاظ على حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف مؤكداً سيادته الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صاميم الأمن القومي المصري وقد أكدت السيدة فوندرلاين على أهمية استضافة مصر لقمة المناخ العالمية المقبلة كوب 27 كما أكد السيد الرئيس على الأهمية التي تليها مصر لأن تكون القمة فرصة للبناء على ما تحقق في قمة جلاسجو العام الماضي وأن تسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ اتصالاً بقضايا التكيف والتمويل لدعم الدول النامية مع تطلع لدعم الجانب الأوروبي في مجال تغير المناخ والبيئة من خلال الاتفاق على حزمة من المشروعات خلال قمة المناخ لدعم مصر في عمليات التحول الأخضر كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزري لمنتدى غازي شرق المتوسط وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والمهندس طارق الملة وزير البترول والسروة المعدنية وقد رحب السيد الرئيس بالمشاركين في الاجتماع الوزري لمنتدى غازي شرق المتوسط معرباً سيادته عن التقدير لجهودهم في دفع أنشطة المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية الأمر الذي رسخ من أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليمياً ودولياً أخذاً في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حالياً من جراء الظروف العالمية وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية الثاقب في تأسيس المنتدى منذ البداية بالقدر الذي أصبح يمثل نموذجاً تسعى الكثير من الدول لنيل عضويته كما أكد السيد الرئيس على قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة القادمة لحل أزمة الطاقة العالمية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة والتي سوف تعود بالنفع على شعوبها وهو ما يتطلب تكثيف التعاون السنائي والإقليمي بين الدول الأهضاء لتحقيق الاستفادة المسلأ من مواردها الكامنة من خلال تعزيز الاستكشافات وعمليات التنقيب وزيادة الطاقة الإنتاجية أضاف المتحدث الرسمي أن السادة رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع المنتدى أكدوا من جانبهم الأهمية الاستراتيجية للمبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مشيدين بجهود مصر الفعالة بقيادة السيد الرئيس لإقامة حوار إقليمي منظم حول الغاز الطبعي يدعم مساعي دول شرق المتوسط لسياغة سياسات يتم التركيز من خلالها على التعاون في مجال الطاقة كوسيلة للتقارب بين الشعوب ويهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل احتياطيات شرق المتوسط مما يمهد الطريقة لفتح أفاق جديدة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة وقدر حوار مفتوح خلال اللقاء حيث أكد السيد الرئيس متبعته الحسيسة لنتائج الاجتماع وما سيتم الاتفاق عليه مشددا سيادته على دعم مصر الكامل للمنتدى وأهدافه بما يخدم كل دول المنطقة ومصالح التنموية ويساعد على توفير مصدر طاقة مستدام لصالح الشعوب والأجيال المقبلة وهو الأمر الذي يرسخ ثقافة التعاون والبناء والسلام في المنطقة كمان سيادة الرئيس استقبل بالأمس الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وأكدت على العلاقات المصرية المصيرية بين مصر والإمارات وأدئي بتمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسرق استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى جانب السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه سمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكداً سيادته على العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره من جانبه آرب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلاً إلى سيادته تحياته وتقدير شقيقه سمو الشيخ محمد بن زيد ومؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الإمارات على تعزيز أطل التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعيدة خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري إلى جانب موصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشور المنتظم بين مصر والإمارات فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات السنائية المتشعبة بين البلدين في كافة المجالات والأصعيدة على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي كمان امبارح تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين تناول هذا الاتصال موضوعات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية امبارح كمان أجرى سيادة الرئيس اتصال بالشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح ولي عهد الكويت للإطمئنان على صحته متمنيا له الدوام الصحة والعافية وخلال الاتصال عبر الشيخ مشعل الصباح عن خالص انتنان وللرئيس السيسي على اللفتة الأخوية الكريمة امبارح نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية البيان المصر الأوروبي المشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر البيان بيؤكد على أولوية تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ وتدهور البيئي وكمان أيضا ضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن كمان أكد البيان على أنه ستقوم مصر والاتحاد الأوروبي بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسي لتطبيق الناجح لاتفاق باريس تتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة للدورة السبعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اللي حتتعمل في شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق لي وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية اللي بتربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية في مختلف المجالات العسكرية وكما نأكد أهمية استبرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتقن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإمراطية والوفد المرافقة له وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة ونعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية في مختلف المجالات العسكرية مشيرا إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بمرافقة الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتي وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يسهم في مجابهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري الإماراتي بالقاهرة هيئة القضاء العسكري استقبلت وفد بيضم مئة من قضاء وقضيات مجلس الدولة وذلك بهدف التعرف على اختصاصات القضاء العسكري ومنظومة العمل به باعتبره جهة قضائية مستقلة طبقا للدستور وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ألقى كلمة مهمة إمبارح خلال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب اللي بيعقد في شرم الشيخ تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال المستشار حنفي جبالي أن الدولة المصرية مؤمنة بإتاحة الفرصة للشباب للاشتراك في جميع القضايا الوطنية والعالمية وقال كمان أن قضية تغير المناخ فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية وأصبحت مواجهتها ضرورة إلزامية على العالم أجمع معالي السيد دورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أصحاب المعالي البرلمانيين الشباب السيدات والسادة الحضور أود في مستهل النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي البرلمانيين الشباب أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء البرلمان المصري والشعب المصري عن ترحيبنا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ بأرض السلام مصر حيث نعتز باستضافتنا لأعمال هذا المحفل البرلماني العالمي المرموق والذي يمثل بحق محفل صناعة المستقبل فأنتم نواب البرلمانات الشباب صناعة قرار الغد وحامل لواء العمل البرلماني العالمي والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات الحضور الكريم إن أهمية عقاد أعمال هذا المؤتمر تأتي من فداحة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وتؤثر على مستقبله والتي تحتم علينا إشراك الشباب خاصة شباب البرلمانيين عبر إيجاد آلات تفاعلية وحوار مستدام بينهم حيث لم يعد تمكين الشباب قضية اختيارية بل أصبح ضرورة حتمية تفردها مقتضيات الواقع العالمي وتحدياته ولعل ما يمر به العالم هو ما مثل الحافز الرئيسي الذي جعل مجلس النواب المصري حريصا على استضافة أعمال هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يأتي في إطار الرؤية المصرية الطموحة تجاه ضرورة تمكين الشباب في مختلف دوائر ومستويات صنع القرار وهو من عكس على مستويات تمثيل الشباب المصري في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية إيمانا من الدولة المصرية بأن هناك ضرورة ملحة وقصوى لإتاحة الفرصة للشباب للاشتباك والتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا والتحديات على الأصعدة الوطنية والعالمية مما جعل مصر تحرس كل الحرص على تجشين المحافل الشبابية العالمية مثل منتدى شباب العالم والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في كل عام انطلاقاً من الرؤية المصرية التي تستند على أن تلك المحافل والمنصات العالمية إنما تمثل أيضاً أرضاً خزبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية السيدات والسادة الحضور تفرد قضية تغير المناخ نفسها بقوة على الساحة العالمية بوصفها تحدياً استثنائياً وخطيراً متعدد الأبعاد والتداعيات السلبية فالآن لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكبنا من ذلك الخطر المحدق والذي يشكل بحق تحدياً وجودياً يهدد حاضرنا ومستقبلنا وهما يحتم علينا التصدي السريع والحاسم لتلك الظاهرة التي أضحط مواجهتها ضرورةً إلزامية تفردها تداعياتها البالغة السوء على أرجاء عالمنا بأسره والذي يتعين علينا جميعاً التكاتف والتحلي بالمسؤولية لمكافحته بما يترتب عليه من ضغوط على النظام الأيكولوجي وتسببت في آثارٍ كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والتي بدورها أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فضلاً عن زيادة موجات النزوح جراء تلك التداعيات الجسيمة لظاهرة تغير المناخ وهما يحتم على المجتمع الدولي بذل جهودٍ حثيثة والتحلي بإرادةٍ جادةٍ وصادقة لمجابهة تلك الظاهرة عبر الحد من الانبعاثات باعتباره هدفاً عالمياً من أجل إنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ الزميلات العزيزات والزملاء الأعزاء لقد وضعت الدولة المصرية نصب أعينها اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ باعتباره خطراً عالمياً محدقاً مما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على إرساء مبدأ المسئولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض فحرصت الدولة المصرية على مراعاة قضية تغير المناخ عند وضع سياساتها على كافة الأصعدة والمستويات عبر رؤيةٍ وطنيةٍ شاملة تمثلت في إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشرين خمسين والتي تسعى لتحقيق أهدافٍ رئيسية تتمثل في تحقيق نموٍ اقتصاديٍ مستدام وخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة وتعظيم كفاءة الطاقة بالإضافة إلى العمل على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل في هذا المجال وعلى الصعيد الدولي حرصت مصر على الإنخراط في الجهود الدولية والتي تستهدف مجابهة التغيرات المناخية حيث ترتكز الرؤية المصرية في هذا الإطار على المسؤولية المشتركة لكافة الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية والسعي للحد منها والتكيف معها مع تفاوت الأعباء المدرطبة على ذلك بين الدول المتقدمة والدول النامية كما يأتي استضافة مصر لأعمال هذا المؤتمر ووضعها قضية تغير المناخ على جدول أعماله والذي يأتي قبل أشهر من استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ليبرهن على حرص مجلس النواب المصري على بلورة جهود برلمانية عالمية في مواجهة تلك الظاهرة للضغط على الحكومات من أجل تسريع وتيرة المواجهة النوعية والجادة لتلك الظاهرة الخطيرة وهو ما يرسل رسالةً مصريةً واضحة لا لبث فيها أن هناك ضرورةً ملحةً وقصوى لمواجهة تلك الظاهرة العالمية على كفة الأصعضة والمستويات التنفيذية والتشريعية من أجل إنقاذ عالمنا من الأخطار الجسيمة التي تشكلها التداعيات السلبية لتلك الظاهرة السيدات والسادة الحضور في الختام فإنني أدعوكم جميعاً وأنتم أمل العالم وأنتم صفوة شبابه أدعوكم إلى التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة وغيرها من التحديات التي أشهدها عالمنا المعاصر فشعوبكم التي آمنت بكم وجعلتكم منبرًا لها وصوتًا مُدافعًا عن حقوقها تنتظر منكم الكثير فكونوا على قدر تلك الأمانة العظيمة وحملوا آمال شعوبكم وخففوا عنهم آلامهم فأنتم قادة المستقبل وصناع قراره وإذ أتمنى لأعمال المؤتمر كل التوفيق والسداد ولشعوبنا جميعًا الأمان والسلام والرخاء أشكركم شكراً جزيلاً على حسن الاستماع شكراً